اشتركوا في القناة واستنكارها الشديدين للعمل الإرهابي لميليشيا الحوثي على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية واستهدف أرواح الأبرياء الآمنين والذي يتنافى مع جميع الأعراف والقوانين الدولية والقيم الإنسانية وأكد جلالته وقوف المملكة إلى جانب شقيقتها دولة الإمارات في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها ودعمها وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للتعامل مع هذه الأعمال الإرهابية حفاظا على سلامة مواطنها والمقيمين على أرضها مشددا جلالته على أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين وأمن المنطقة وأعرب جلالته عن خالص تعازيه بضحايا هذا الاعتداء الآثم وتمنيته بالشفاء العاجل لجميع المصابين سائلا الله عز وجل أن يحفظ دولة الإمارات وشعبها الشقيق من كل مكروه ويديم عليها الأمن والأمان والرخاء من جانبه أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ألنهيان عن شكره وتقديره لأخيه جلالة الملك المفدى لما أبداه من مشاعر أخوية صادقة تجاه دولة الإمارات وشعبها والتي تؤكد على ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات أخوية تاريخية رسخة ومتميزة متمنيا للمملكة وشعبها العزيز دوام التقدم والتطور والازدهار تحت قيادة جلالته الحكيمة